أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على دعم مصر لدولة أذريبيجان في أعداد مؤتمر المناخ كوب 29 لاستكمال النجاح الذي بدأته مصر في تعزيز التعاون لدعم العمل متعدد الأطراف في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة والمعنية بتغير المناخ جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع مع وزير البيئة والموارد الطبعية بدولة أذريبيجان وكذلك وزير التعاون الإنمائي الدنمركي نقش الاجتماع صبل الأداد لمؤتمر المناخ القادم في أذريبيجان قبل 29 وليهتي تعزيز دور السنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ